إلى ذلك التقى أنصاري المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وبحث سبل تطوير العلاقات السورية الإيرانية وزيادة تفعيل العلاقات الاقتصادية التي تعد من أساسيات الصمود في مواجهة الإرهاب وأكد المهندس خميس أن الحكومة السورية أخذت على عاتقها تطوير الواقع الاقتصادية من خلال دفع الحركات الانتاجية إلى الأمام خاصة وأن سوريا تملك الكثير من المزايا الاقتصادية والاستثمارية مما يشجع على حركة التبادل التجاري للمنتجات ذات المزايا النسبية بين سوريا وأصدقائها لسيما مع الأخوة الإيرانيين من جانبه أكد أنصاري حرص إيران على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا لتواكب مستوى البنيان السياسي بين البلدين